انه انت تخيل حالك عايش مع الاغريق او مع الرومان من مدري كم الف سنة انه قديش شو وضع حياتك كان لحتى كنت اول شي لحتى يخطر ببالك تعمل يا نصيب وتاني شي لحتى تشارك فيه انه معلم اصيرت الكازينوهات فيه شغلك كتير بتضحك بامريكا ففيه خمس ولايات بامريكا مانعين اللوتو واحدة منهم هي مين هي ولاية نيفادا ولاية نيفادا شو فيها فيها لاس فيغاس برو لازم شيرو حارف رلقاء من يا نصيب يا نصب يا نصب تشتري ورقة اللي نصيب وتربح الجائزة الكبرى وتحقق احلامك احتمال 70% تأفلس بعد 3 سنين وتأفلس مو بس أفلس تصير وضعك أزبل من وضعك قبل بتشتريه اهلا وسهلا بكم بما انه بودكاست معكم مجد نوار بحلقة جديدة اليوم حلقة لاحظة شوي تفتري من مقلوب جايب للكم تفتري اليوم هو صار كواني جاي ياخد نوتس مشان بيين فهمان صحيح هنا النوتس مو كتير ضروريين المهم من نية المهم من نية موجودة في كله تمام حلقتنا اليوم عن اليا نصيب وعن كل تفاصيل اليا نصيب وتاريخ اليا نصيب وشو بصير بالعالم اللي يربحو اليا نصيب شي مرة انتوا كنتوا هيك قاعدين هاد اللي يربح اليا نصيب قلتوا نيالو هلا رحت تشتفو ليش مو نية ليش مو نية لانه انفاكت معظم الناس بتتبهدل بس تربح اليا نصيب ما بتاستفاد انحنا مفكروا انبيستفادوا بيتبادلوا يعني برجعوا برجعوا وضعوا أزبل من مكان لما كانوا مربحانين المصاري That's how bad it is my friend لللي ما بيعرف اللي أنا أصيب هي بالإنجليزي لوتري وفن فاكت أباوتت يعني هي لش اسمه لوتري لأنه بالألماني كلمة لوت لوتس إنه بيقولوها معناتها الفيت أو المصير فنوعا ما اتخذت من هاي الكلمة يعني لوتري إذا عايش تحت صخرة وما بتعرف شو هي اللي أنا أصيب عزيزي المشاهد فهي عبارة عن لعبة أو إذا تسميها لعبة صراحة فيك تسميها كذا شغلة بس إنه بيسكلي في عندك تيكتات يعني في عندك بطاقات كل ناتم نسحب نشتري بطاقات بعدين في حدا بيسحب واحدة من هذة بطاقات واللي بيختارها البطاقة اللي تطلع يعني صاحب هاي البطاقة بيربح مبلغ مادي غالبا بيكون مبلغ كتير كبير بس ليش لأنه في كتير ناس تشتروا بطاقات تمام في جمعوا جمعوا تجميعات مصاريين فا أو في حك واربح اللعبة اللي بتربحك مصاري كتير هي غالبا مجموعة تبعيت حك ما راح تربح فيها ملايين يعني ما راح تربح شي ما نعرفهم كلهم يمكن في منهم تربح فيهم لأنه في اللي بيكندا في حك واربح غاليين خمسين دولار خمسة وسبعين دولار فدول جواءتهم تكون كبيرة بس ما بظل شي واحدة توصل الملايين بأنه الملايين معقول أنا متأكد فيه على أي واحدة توصل الملايين فيه كاتب عن عن الحك اللي بتحكى كده عن واحد واحد ربح مرتين بعدين راح تحكي عنه ربح خمسة مليون اللي بتحكى أوكي أوكي إيه يا سيدي وهي بترجع بالتاريخ لورا كتير بترجع للرومانيين واليونانيين يعني هي قصة اللوتري قصة اليا نصيب يعني بس بوقتها ما كانت شكلة بالشكل الحالي يعني كان فيه فكرة أنه بدك تسحب والبطاقة اللي صاحبة صاحبة رح يربح شي بس ما لاح يربح مصاري قبل كانت مثلا بالرومان عند الرومان كانت مثلا بيعطو فيها عقارات أرض أو مثلا بيوت أو بيعطو فيها عبيد في عشا مشهور كتير عند الرومان كان بوقتها اسمه أبوفورتا لا اسمه أبوفورتا تمام وبهذا العشا كانت الفكرة الأساسية تبعه هو اليا نصيب بس كان أكتر للتسلاية يعني كان بيجوا بيجتمعوا هالعالم بيعطوهم قطع خشب محطوطة عليها رموز تمام وبيعملوا كذا السحب بس ما بتربح مصاري بس تربح حدايا فهي واحدة من القصص اللي بتلمح لأنه كان في نوع من اليا نصيب بالتاريخ قصة تانية كمان بكتاب اسمه The Book of Songs هذا كتاب صيني بيرجع بيرجع لحوالي المكتوب حوالي 2000 سنة قبل الميلادي بهذا الكتاب بجملة من الجمل لمحوا شي بيدلة على أنه كان فيه نصيب هي الجملة ما كانت بالظبط عم تقول هيك بس الجملة كانت بتقول الجملة كان The Drawing of Wood يعني سحب الخشب فهني عهوى سياق الجملة توقعوا أنه ممكن تكون سحب بطاقات مثل اليا نصيب مثل القطع الخشب اللي كنا عم نحكي عنها شوي وفي بعض الناس بيقولوا أنه هاي اللعبة اللي انذكرت هي غالبا كانت لعبة يا نصيب استعملتها الحكومة الصينية بوقتها لحتى يجيبوا مصاري اللي يعاملوا صور الصين العظيم تنصبوا على العالم اللي يطرون أنها صور الصين أيوة هو هذا common theme باليا نصيب رح نتحكي عنه هلأ أنه هي شغلة أساسية لليش موجودة كل هاي الفكرة بالأساس شي كتير غريب هو أنه العالم حتى أنه من زمان كانوا عندهم اهتمام بفكرة أنه أنت تحط مصاري واحتمال أنك تخصر احتمال أكثر من أنك تربح احتمال أنك تخصر أكبر وأنك تربح أنه كتير شي غريب أنه شغلة من أدمن عليها لها الدرجة من حبة وأنه هي عم يقلولك أنه أنت غالبا تخصر مو بس غالبا اهتمال كتير 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 أنك تخصر يعني يعني إذا بتحط مثلا هل قد كمية مصاري رح يرجع لك نص صن رياضيات يعني عرف كيف بس أنه ما عم بفهم ليش العالم مو أنه والله أنا لا يعني ما عم بفهم ليش البشر بيحبوا هاي قصة أنه أنه حط مصاري يمكن أربح خاطر عرف كيف غريبة عن مخ البشر هي المفروض أنه مخ البشر يرفضها بس هو يحبها وبيأدمن عليها وهو شي كتير غريب يعني من ناحية اقتصادية يعني خبراء الاقتصاد يعني بيفكروا أنه البشر هن كائنات عقلانية أكتر فالمفروض إذا نحن فعلا كائنات عقلانية أكتر ما يكون في وجود لكل اليا نصيب والكزينوهات وأي شيء له علاقة بالإمار بس أنه وجود هدول بيدل على أنه نحن لا ما كنا لقد بنستعمل بخاخنا يعني تاما حكينا حلقة قبل عنه كيف مخل بني آدم سيء بالأحصائيات فأنه اللي نصيب وهو الأصل صار لهم علاقة بالأحصائيات ومخل بني آدم سيء بالأحصائيات فمشان هيك ما بيحسب طلقائيا شو احتمالات ربحه وشو احتمالات خسارة هلأ رح نحكي أكتر عن علم النفس وراها هاي وأنه ليش من جرين إلا يعني بس أنه البثير للاهتمام يعني هو أنه كانت موجود تخيل حالك عايش مع الأغريق أو مع الرومان من مدري كم ألف سنة أنه قديش شو وضع حياتك كان لحتى كنت أول شي لحتى يخطر ببالك تعمل يا نصيب وتاني شي لحتى تشارك فيه أنه على الكيب يعني هلأ بس حس أنه أوكي أغلب الناس اللي بيسحب بطاقات يا نصيب هن اللي بيكون وضعهم كتير سيئ فبيكون متأملين أنه منربح ويصير معنا كتير مصاري ومدري شو بس أنه بوقتها الحياة كانت تختلفة تماما ما كان فيها أنه والله همنا الصرف والمصاري والفواتير وأجار البيت ومورقج وسيارات فشو الشي اللي جبرك أنك تخترع أو اللي خلاك تخترع هالقصة شفت مرة واحدة محكي عن قصة العلاقة بهذا الشي نحن نفكر البني آدمين مثلا من 2000 سنة أو عند الغريق أيام زمان هنا كتير كانوا غبايا بدايين كانوا أرود وبدايين نفس الشي بنفكر على المصاري طلعوا كيف بنوا الأهرامات هنا حرفية بنفس زكائنا بس هنا لسه ما حدا اخترع السيارة أو الكهرباء بس هنا إذا بتجيب اثنين إذا بتجيب واحد من هلأ واحد من هديك الحقبة هنا بنفس الزكاء فهمت أصدق بس أنا ما عم بحكي عن مستوى الزكاء أنا عم بحكي عن إنه الشي اللي حاجك إنك تعمل يا نصي بظل نفس الشي كمان إنه نحن ما ناكل هلأت نختلفين عنه إنه كان بوعتها إنه كان فيه أجار بي وكني لك ما كان فيه أجار بس أصدق كان فيه مصاري ومصاري فيه مصاري بس أصدق ما كان فيه ثقافة الكنسومرزم هي الصرف عرفت كيف إنه نحن هلأ ليش كتير بنحب المصاري لأنه بنعرف إنه بتشتري لنا كتير شغلات ونحن بنحب بنشتري كتير شغلات بس أخيال عايش على أيام سوقراط شبتك تشتريه أنا تتعلم كان المال قوة بالك وقت بس إنه شايف وجهة نظرك إيه تماما غريبة كتير هي القصة حتى بهي تبعية الصين بالصين واحدة من المصادر بتقول إنه كان في وجود لشي اسمه كينو سليبس كينو هي لعبة من ألعاب من ألعاب اليا مصيب تختار رقم بين 81 وبعدين بيسحبوا أرقام من هال 80 رقم وإذا طلع لك الرقم اللي أنت اخترته تربح مصار فكان في تسجيل لكينو سليبس بالسنة 205 قبل الميلاد إنه تخيل مخنب مدمن غريبة على شي غبي المهم بس كل هذا لسه ما وصلنا لليا نصيب الحالية اليا نصيب الحالية اللي عندنا ياها هلأ بلشت حوالي القرن الخمستاش أوكي كمان ليش قرر فجأة يبلشها هكي براندملي ما بنعرف بس لكانوا عم يستعملوها لحتى كانت الدولة تستعمل اليا نصيب كوسيلة لتلم مصاري لحتى مثلا تبني الجيش أكتر لحتى تساعد الفقرة لحتى تبني المدينة أكتر تتخصنة أكتر نعرف كيف إنه كانت إفنس أو بدل الضرائب حرفية مدل الضرائب حرفية مدل الضرائب يعني كانت جاي جاي أولا بعد شو يعني كنت عم بعمل لها build up فأنت فقط وضعتني بس إنه بلشت بهيك إنه بدنا نلم مصاري من العالم لحتى نضبط مدينتنا أكتر بس إنه ما بنه هيك بس نيجي لعندك للكهات مصاري فإنه شو رأيك تشارك بهي الياه نصيب اللي فيه احتمال تربح منه فقسم بيروح للرابح بس القسم قسم منيح تير بيرجع للدولة وصار تنتشر أكتر بأوروبا بهاي الفترة بين فرنسا وبين إنجلترا وبين إيطاليا تحديدا إيطاليا كان إلي إيد كتير كبير بشكل الياه نصيب الحالي هلأ وكانت كتير ينعمل لبان يعني تنمنع لأنه يصير في كتير استغلال للقوانين تبعه ويصير فيه ناس تعمل تلاقي تلاقي ثغرات حكومات إنه والله بدنا فلوس ولا ما بدنا فلوس يرجع يخلوها ليجل بعدين ترجع بعد كم سنة يرجعوا يردوا يقطعوها وأحد ما فهمت آخر مرة ان سمحت ولساتها مسموحة لها هلأ هي كانت في 1963 بس قصتها بإيطاليا كتير فخمة لأنه وقتها بلش بلش تتأخذ الشكل الحالي كان في شيء اسمه يا نصيب إيطاليا الوطنية يقول اللي هو سحب وبوقتها رغم إنه الكنيسة الكاتوليكية كانت عم تعارض هاي القصة تعارض إنه هذا يصير سحب رسمي ومنتظم بس رغم هيك ضلوا متنحين بدون مصاري بدون مصاري وطلعت اللوتو اللي نحنا هومن إلا اللوتو أوكي اللوتو سيس كارانت نفس 649 هي بلشت هنا تمام أنت بتسحب ست أرقام بين الواحد والتسعة وأربعين صاحب تشكيلة الأرقام هاي هو اللي بيربح المصاري كانت تصير بكل أسبوع وقتها صرت صارت انتشر أكتر بإيطاليا بعدين تعممت أكتر صارت انتشرت بأوروبا أكتر وجيت لهون على أميركا نحنا بكندا اللي ما بيعرف اللي عنا اسمه لوتو سيس كارانت نافي يعني لوتو ستمئة وتسعة وأربعين اللي هي هاي اللوتو نفسها تبع إيطاليا نفس المبدأ تسعة وأربعين رقم ست أرقام بين واحد والتسعة وأربعين بأميركا في عنده نسخة اسمها ميجا ميليونز تسحب بين الواحد والسبعين بتسحب ست أرقام بين الواحد والسبعين لا تسحب خمسة بين الواحد والسبعين تسحب شي اسمه Powerball اللي هو بتسحب رقم واحد بين الواحد والخمسة وعشرين عنا منها يا أفرو اللوتو ماكس نحنا عننا أسمي group ايه اللوتو ماكس انه بدأ ستة بتسحب رقم سابع عندك خمسة بتسحب رقم سادس يا بتربح التنتين ايه بتربح بس الميجا مليونز وبأعظم الأحيال ما بتربح شي طوحنا ما بتربح خرية بعدها شي انت تتذكر اتا ع سوريا واحد بيجي هيك بالدفتر بيلق فيه بالحارات ايه فيك تشتري كرت فيك تشتري نص كرت نص كرت هو نفس الرقم بس تربح نص جائزة بعدين اذا كتشوف النتائج انتك توصل التنزيون حصرا عن قنوات تبع الأنطين ايه بيخشوا بيوشوا ايه بعدين تشوفوا ولاد كامشين هالدوريب الكبيرة طبعا ناس شي ما بتربح ما بتربح بالطيخة ايه حتى البطاقة كان غريب ما كان في عندك تنقي أرقام وتنقي وتحق وتمك وكذا خد هاي غصبا عنك تماما ايه بيخليي انه لا يمكن كافي منهم انه يخليك يعني مثلا يكرر لك الدفتر وانه خد واحدة راندملي بس انه انت ما فيك انت تنقي الأرقام وان باي وان تسعة او تسعين بالمئة الرقم الرابح انه ما طوعوه مثلا انه ما طوعوه حدا معين لانه ما فيك نقي الرقم هون بيعملوه انه فيك تتأكد على اساس انه فيك تتأكد انه عادلة يعني بزون عادلة هون انه لانه العالم ينقوا ارقام عشوائية وانه اذا الرقم لطلع اللي يربح ما احدا اخده ما احدا بيربح ايه بتتتراكم اما بسوريا ما فيك نقي الرقم هون كان حرفين انه يكونوا طابعين الرقم اللي حاطينه انه يصير يجي الدوليب عليه وانه عاطينه حدا بيعرفوه او اخدينهنه ببساطة يعني ما بستغرب شي ميجا ميليون تبع اميركا سجلوا رقم قياسي بال2018 الجائزة وصلت ل 1.537 مليار دولار واحد اخده يعني انت اذا بتعرف ادي صارفين العالم عليه بتعرف ليش هيك لانه بال2022 ايه الاميركان صرفوا على لوتو 108 مليار دولار يعني اذا كل يوم واحد بيربح له مدري كم مليون عادي بيضال معهم بيضال معهم مصاري والمشكلة انه المبالغ هاي يعني فوق الخمسين بالمئة جاي من الناس اللي ادوب مع مصاري تعيش للشهر الجاي يعني حرفيا كل ما قل راتبك كل ما زادوا المصاري اللي بتدفعها على لوتو اوه ايه ولاحظوا انه اغلب الناس اللي بيدفعوا مصاري هن مانهم البيض يعني شد باميركا مثلا فيه شغل كتير شاية انه البيض هن اللي اوضاعهم احسن شيء وباقي الناس السود والهسبانك وكذا انه اوضاعهم ازبلوا وانه حرفيا فيه شيء اسمه اللي هو مناطق عايشين فيه السود بس انه كتير وضع سيء والناس من هنيك يعني اجيال اجيال بيضلوا فقارب هدول الناس هن اكتر ناس بيصرفوا مصاري على لوتو لانه عندهم متل امل اكتر انه يربحوا ايه انه بس بدهم يخلصوا باي طريقة وانه صعب كتير تطلع من يعني كتير بدك تضحي كأب مثلا وبتشتغل مليار شغلة حتى تخلي تضمن انه ولادك يكون وضعا احسن شان هن بعدين يقطعوا هاي السلثة كتير كتير صعب فهدول بس بيضلوا انه لوتو 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 اكتر ناس بيصرفوا مصاري على اليا نصيب حياته ما يبروه ايه تماما كتير كتير صعب انك تربح بدك تعرف قديش احتمالية انك تربح باليا نصيب نورنا احتمالية اول شي لابلش لك انك تنضرب بصاعقة هي واحد من خمسة عشر اول احتمالية انه تموت بحادث طيارة واحد من ادعشر مليون اوكي احتمالية انه يعضق قرش واحد من ادعشر مليون ومص هالا احتمالية انك تربح اللي يا نصيب اللي اسمه ميجا مليونز بامريكا هي واحد من ثلاثمية وثلاثة مليون يعني في احتمال اكتر انك تاكل صاعقتين من ما انك تربح الجائزة الكبرى يا طيب وبعد في عالم يشتروا تخيل تاكل فعلا صاعقتين تخيل تكون هذا البني حالا بيطلع واحد انه ان شاء الله ااكل صاعقتين انه بالكسر احتمال بعد اقل انك تاكل صاعقتين وتربح الجائزة تربح الجائزة فعلا احتمال انك تاكل صاعقتين هي 225 مليون واحد من 215 مليون هديك احتمالها 3 مليون اقلب كتير ما هيك انا انا بضل بشتري لا انا يعني كل شي سنديل اشتري مرة انا ولا مرة اشتريت انا شو كان يصير الكلام ان يجلوا عندي بشغل بشغل عديم تشتري معناك بشي اسمه جروبات مثل انه انتو بتاكلوا ارقام مع بعض جروب اذا ارقاموا اذا ربحتوا اججاكتك كورا اذا يربحتوا شغلة واحدة او واحدة منكم تاخدوا واقع وي ما بعد اكيد اللي راح يروح يش يتأكد ان ربحت معادة راح يطلع فيكم من هول ويكل واحد معو اه نسخة منه اه انه هو من اللوته هني اعملين اينا تاخدها كبورم نا بتاخد متل تاخد معنا قروبة يلله باخد معنا قروبه طبعا بحياتنا او ربحنا شيء دائماً بربح مثلاً واحدة تانية ببلاش بعدين الواحدة تانية ببلاش بتخسرها أنا بكره لدرجة أنه مرة أخذ يعني فيه تقول سرقت مصاري من حداً مشان ما أشتريه يا باسيكلاً محل ما كنت أشتغل كان في معنى واحد بس يشتري لوتو إذا إجاء تيب مشان ما يشتري من مصرياته أوكي أنه إذا إجاء تيب بشتري ما يجي تيب خلاص وهو يفعل أنه فعلاً هي إذا الحابب ما تأدمن عليها وتصرف كل مصرياتك عليها خلاص؟ أعطاني يمكن ستة دولار سبعة للموار بس أنه كنا عم نشتغل سوا فأعطاني تيب إذا أمل لي يلا خود وروح جبلنا لوتو ماكس طهت هيك ما بدي أقول له لا أقول لي أنه هي دولارين ثلاثة لشو الخريين قلت له خلاص تكرم معينك مشتريه سحبت عليه لأنه كتير يعني أنا بفضل أني روح على الكازينو مرة بالأسبوع على أني اشتري لوتو تيكت مرة بالسنة يعني لأنه احتمال كتير كبير أنك تخسر بالكازينو بس كأحتي مال أكبر بكتير أنك تربح من أنك تربح اللوتو لا إذا فعلا حابب تربح شي روح على الكازينو 24 دولار مرة بالشهر ولا تضيعون على أجازنا حتى بالكازينو ما رح تربح الكازينو هو الكازينو معمول الموضل تبعه هو أنه نائماً احتمالية خسارتك أكثر من 50% يعني أحسن الألعاب اللي هي احتمالية تربحك أعلى شي هي البلاك جاك اللي هي احتمالية تربح الكازينو عليك أكثر منك 0.5% يعني بعدهم ربحانين على أي 0.5% يمكن أنت تقول قليل بس إذا في ألفات العالم يعني عندهم احتمال هنه 50.5% وانت عندك 49.5% أنا أكثر بها فإنه أكثر تجرب روح بس رح تخسر بالنهاية لو تحط مصاري كتير يعني بتحط تروح كل يوم كل يوم كل يوم بتحسبهم بتكتبهم على ورأة دائما رح تطلع بالنهاية خسران أكثر من 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 الهاوس بسموها ومن الكازينو 0.5% The house always wins The house always wins معلم أسرت الكازينو هات في شغلك كتير بتضحك بأمريكا هلأ بأمريكا اللي مسؤولة عن اللوتو بشكل عام اللي مسؤولة عن اللوتو هو دائما بتكون الدولة لأنه إذا كل واحد فيه يعمل اللوتو لحاله يا حبيبي دائما الدولة هي مسؤولة عنها بأمريكا هي اللي مسؤولة عنها هي الولايات من الحكومة الفيدرالية فالولاية فيها تقرر أنه بدي ألغي اللوتو ما بدي أعمل اللوتو ممنوع ممنوع ففيه خمس ولايات بأمريكا مانعين اللوتو واحدة منهم هي مين هي ولاية نيفادا إذا حضرت حلقة Area 51 عزيزي المشاهد ولاية نيفادا شو فيها فيها لاس فيغاس برو تمزح ايه فيها لاس فيغاس هو محل كله كازينوهات محل بس للأمار كدرا فيه كازينوهات بس اللوتو ما بيصير فيها أكتر أوتيلات بالعالم يمكن أنا بعرف لأنه فيها كتير كازينوهات عام يجو ينام ويقوم تاني فتخير أنه أفهم محل للأمار وأكتر محل مشهور على الأمار بولاية ممنوع فيه يا نصيب أخي شريفين لو سمعها كل شي لحال كل شي لحال الهونيك أنه بتلعب أنت أنت بتقرر تلعب أما شو فهم بلاس فيغاس أول مطهبط بالمطار فيه مكانات مار هدول سلوت ماشينز المكانة تحط فيها مصاري وتعطي كمبس بالمطار تخير بدن بسي بس يلهطوا منك هو فعليا إذا راح لهونيك غالبا شو راح تعمل لكن ما راح تمش بس أنا بالمطار يخرب بيتكن في عالم بيصرفوا بالهبل بلاس فيغا أساسا إذا طالع لهونيك طالع لتصرف بالهبل لكن ما راح تدفع 200 دولار وترجع لا خليك بالبي يعني يسنون في عام تلعب بالملايين بوكر بالملايين يا جماعة الخير احضروا أوشن 13 أي فيلم بالكازينو فخم هذا الفيلم كتير فخم طعم دائما البطل بيجي رويل فلاش من حيث ولا تدري بالبوكر لا لا هذا كتير فخم لما بيكونوا عمي بيكونوا ما بدي أحرق لكم ياه كتير بس بدي هنه ما بدي يسرقوا كازينو هنه بديهم كازينو يتخوزق بس فشو بدن يعملوا بدن يلاقوا طريقة يخلوا كل الناس اللي بالكازينو تربح مصاري بس ما يرجعوا يصرفون يعني إذا بتربح بتصير تحط أكتر هنه بدن ربح كل عالم مصاري وخلين يطع من الكازينو عرفت كيف هيك بدن يلبوا السحر على الساحر وشوفهم علم شو بيعملوا لحتى يصير كتير كتير هو ثلاث أجزاء يعني فيه اثنين قبله بس بيكونوا قبل ما نكمل خلونا ناخد بريك لنحكي عن شغلة صغيرة الحلقة الماضية اللي نستنوا على الإنستغرام في giveaway في كذا بعدين سحبنا على الموضوع ما قدرنا نعمل على الإنستغرام ومنح لي ما عملناها على الإنستغرام هو على اليوتيوب كانت أحسن بكتير فيه تطبيق اسمه وجيز هو بساطة تطبيق تنزله على الموبايل في عليه ملخصات بودكاستات وملخصات كتب وملخصات مش هنتشوف بس الزبدة الزبدة أيوة فحكوا معنا فريق وجيز وقالونا إذا فينا نحط البودكاست تبعا لكونوا كذا وقبلنا ووقعنا ومدري شو صار البودكاست بما أنه على وجيز ملخص مو كل حلقات هلأ بس أنه عم تنزل حلقات شوية شوية عم تنزل حلقات كل حلقات البودكاست تبعا لنا ملخصة على هذا التطبيق فالمهم بعد ما حكينا قدرنا نضبط مثل المسابقة أو giveaway أنه نعطي اشتراك شو بيسمو premium أو المدفوع بلاش لواحد من المتابعين بما أنه بودكاست هو لأنه أنت فيك تنزلوا ببلاش وتسمع ببلاش بس فيه مثل ميزات ما فيك تاخذها إلا لدفعات مصاري فبنا نعطي هذا الاشتراك اللي بمصاري لواحد من المتابعين بما أنه بودكاست فبس حط بالكومنت الهاندل تبعك على الإنستغرام يعني شو اسمك على الإنستغرام لأنه رح نعمل سحب هدول الأسماء على الإنستغرام بقلب هذا الأسبوع والرابح رح ناخد إيميله رح نحكي معك على الإنستغرام ناخد إيميلك ونضبط لك premium ببلاش مع وجيز رابط البرنامج رح يكون تحت بالأبو بالدسكريبشن بالأبو اللي حاب يشوفه اللي حاب يسمع ملخصات حلقات نسمعانا نرجع على الحلقة تذكر قبل شوي أنت كنت عم تقول هي بيسكلي تاكسات هذا هو الغرض الأساسي من اليا نصيب نحن شو قلنا الدولة متحكمة فيها لسببين A مشان ما كله يعمل اليا نصيب عكيفه ويصير ربح مما كان ويصير فيه سرق ونهب بس كمان لأنه الدولة بتستعملها كطريقة لتأخذ ضرائب أكتر من الناس هلأ شو فيه مشكلة للي ما بيعرف في كتير بلاد فيه ضرائب الضرائب هاي هي بتتقسم بيتاخذ من شركتك إذا عندك شركة من راتبك بس تدفع مصارب تدفع ضرائب فهدول ضرائب تتاخل لحتى تعطي خدمات للشعب بيسكلي الدولة بتدفع لخدمات مثلا بكندا الطبابة ببلاش شوفيك مشارات مشان يصلحوا الطرقات رغم أن الطرقات بتخري يعني فيه أدوية بيعطوك أسعار عدوية إذا أعطب لشغل فيهم يدفعوا لك قسم من راتبك لفترة معينة فكله هذا بسبب تاكسات اللي مندفع بس الفكرة أنه التاكسات بالأساس إنها عملت لحتى مين تسحب من الغناية لأنه مع مصاري كتير بس الغناية بيعرفوا يتصرفوا بمصرياتهم فبيلاقوا لوب هولز لحتى يتهربوا منه فمين اللي بيبتلي فيها الناس اللي معترة فإذا بك تسأل الناس اللي معترة اللي يعطوك تاكسات أكتر رح يولعوا فيك بيسكلي فشو الحل الحل هو أنك تاخد منه النصاري بس بدون ما تقول له نهاته المصاري واللي هو الناس اللي يعنصيب بالضبط فالدولة بتستفيد كتير كتير من اليانصيب لأنه مثلا في منهم بيدفعوه على على المدارس بيدفعوه على البنشنز اللي هو مثل ما كنتنا نقول شوي زدان يدفعوك راتبك إذا عاتبه لشغل أو يدفعو لك تعويضات ما تعويضات هاي كلها في بعض المقاطعات بهم بأمريكا وكندا بيستعملوا هالمصاري هاي من ورا الأرباح اللي بتيجي من اليانصيب حتى فون فاكت جامعة هارفورد مثلا تعمرت من ورا المصاري اللي طاعت من اليانصيب مع منوا انه اليانصيب نيحا وغالبا فيه منهم أكيد بيسرقوا شوي منهم بس عقول انه هاي بس طريقة لحتى الدولة تطلع مصاري أكتر بس انه ما عم ياخدوني حطوهم بجيبتهم عرفت كيف هاي الفكرة بصرفوها مثلا أكتر شي على المنحات إذا انت كنت مثلا كتير شاطر بالمدرسة وبدك تفوت على الجامعة فدك تاخد قرض إذا كنت كتير شاطر فالدورة بتعرض عليك منحة يعني هنا بيدفعوا لك مصاري في الجامعة وانه ما في داعي ترجعوا نخدهم لقلك طبعا بشرط انه علاماتك دايما تكون توب اذا بلشوا شايفوك بتنزل بيسحبوها فهي ببعض المقاطعات يعني بتندفع لك من ورا المصاري اللي بياخدوها من اليانصيب بس شو المشكلة هالجانب هاد منه انه أغلب الناس يلي بيحصلوا على منح بيكونوا بالأساس وضعهم تمام بس مين اللي بيدفع لليانصيب الناس اللي وضعهم بيخري فبياخدوا البصارين اللي وضعهم بيخري وبيعطوه اللي وضعهم منيح وضع يعني علاماتهم عالية وضعهم منيح مشان هيك علاماتهم عالية لأنه بيدروا يدرسوا ايه يعني انت بشكل عام اذا كنت فقير ووضعك بيهوي انه هاد ما بيعني انه ما فيك مشاطر المدرسة بس صعبة كتير عليك اذا كان وضعك تمام بتكون وضعك منيح بالمدرسة فمعنات انت مو بالضرورة محتاج منحة بس بيعطوك منحة لأنه على علاماتك مو على وضعك المادي من وين جابوا هدون المصاري من الناس اللي وضعهم بيهوي كتير جانب بشع مننا هاد هي كلها يعني انا معاملة الى جانب حلو معاملة احسن شي فيك تعمله انك تجرب تنصب عليها نصيب تعرف انه في زلمة قدر ينصب عليها نصيب ها تنشوف كيف هاد هو زلمة اسمه موهن سريفاستافا شوف تنصب زلمة اسمه موهن سريفاستافا هو عالم احصائيات جيولوجيا فبال2003 كان عم يتطلع باليا نصيب اللي حك واربح فاكتشف انه فيه ارقام عم تنعاد اكتر من غيره اكتشف انه فيه خطأ بسيستم اليا نصيب فهو لانه عالم احصائي صار يسجل ويعمل ويحسب بعدين راح لعند مستثمرين قالهم انه جمعوا لي مصاري كذا بدي اشتري فيها يا نصيب كتير انا لقيت طريقة اربح دائما باليا نصيب مهم اقنعهم اعطوه 600 الف دولار بدل 600 الف دولار راح كلهم اشترا فيهم يا نصيب على حسب حساباته انه هنالي بدون يربحوا من الورع اليا نصيب اللي اشتراهن بهال 600 الف دولار ربح اكتر من 19 مليون دولار يعني رد مصرياته وزيادة يا رطيف بعد هيك شافوا طلعوا فيه هيك الشرطة انه بدان يحققوا معه انه كيف هيك عم يربح كتير بعد ما حققوا كذا ما لقوا شي دينه لانه هو ببساطة عم يستعمل رياضية ايه ما كعمي ما عم يغش شي ايه فهيك نصب على السيستم تبعلي يا نصيب يا رطيف في قصة بتشبه هاي بعمول عنا فيلم لا هاي قصة حقيقة كمان لزلمة هو مرته عايشين هيك كانوا بمدينة صغيرة وبعدين فيك تقول طلعوا تقاعد يعني ببره من المرات عم على التلفزيون يعني طالع لعبة يا نصيب غير اللعبة هاي اللعبة هاي اللعبة هاي هي لعبة ثانية كانت بوقتة جديدة ام هداك الزلمة يعني هو كان له بالرياضيات ودارس الرياضيات وبيفهم فيها كتير فطالع هيك ما بعرف كيف بس لاحظوا انه فيها شي غلط اوكي فكمان احد يشوف انه شو لازم يعمل لحتى يزيد احتمالية انه يربح وصار انه دائما يعني بس ان بيشتري الف تيكت بيربح قسم منه وبيطلع هال المبلغ اللي دفعه وزيار وبيربح ايه وبيربح وبعدين بيرجع بياخدهم بيشتري فيهم تيكتات اكتر وبيربح اكتر بعدين بيضل واخر شي وصل لمرحلة فتح شركة بالمدينة اللي هو فيها المدينة اللي هو فيها كان صغيرة ما فيه كتير عالم ففتح شركة مشان انه ياخد مصاري من هدول العالم يربح فيهم مصاري ويرجع يعطيهم ارباح يعني لك انه عم يستثمروا عنده ويستثمروا بالأسهم فيك تقول لانه انتوا عطوني شوية مصاري لاشتري تيكتات انا بربح لكم ياهن وبعدين بعطيكم بعدين هاي اللعبة تسكرت وانفتحت لعبة جديدة بمدينة قريبة مننا فراحوا علي كان كل يوم هو ومرته كل اسبوع بالأحرى هو ومرته يروحوا بس لا يربحوا مصاري ويردوا يرجعوا يضبطوا امور هاي الشركة لحد ما هديك اللعبة مثل اكتشفوا انه فيه غلط وانه هادا عم يستغل الغلط عم تسكروا وقال لك حل عنه معمول البطل فيلم هو ممثل تبعوا بريكينج باد والتر ويت هو اللي لا والله بالبقلو هيك دوار يضيياتك دائما محطوه عالم وزكي نازل بوستاز دائما اي انا زيان سمعان كذا قصة عن عالم هيك لقوا لقوا شي باستثناء حتى بعرف في واحد كمان قرأت عنه سيت اسمه بس كان يشتغل بالسيكوريتي تبع تبع اللوتو يعني عندهم بالمركز فنزل منت البرنامج اسمه روتكيت على الكمبيوتر مشان يعرف شو الأرقام اللي هتربح فبعدين يعرف شو الأرقام اللي هتربح يروح يشتريون يربح مصاري يربح مصاري يربح مصاري كان اشترقوا عليه بس هادا راح حققوا فيه عملوا انه في شي زادتوا 25 سنة وشلحوا المصاري اي طبعا شلحوا المصاري 25 سنة يا رضي نيجي هلأ على ليش الناس بيشتروا اللي نصي والسبب هو أعمق بكتير من بس قصة انه نحن منحب الريسك في كتير ناس عندهم في كتير ناس مبطنعين انه هي ما لا علاقة بالريسك ابدا انه احنا مو لأنه منحب المجازفة من نسحب يا نصيب انه لا المجازفة ما لا ما لا علاقة ابدا نحن مشيره حرف الجائمان يا نصيب يا نصيب يا نصيب يا نصيب في شغلة رح تسمع كتير من اي كتاب عن المصاري هو اسمه فاينانشل لترسي يعني تلقى داب المصاري تمام انك تكون تفهم بالمصاري ف 99% من الناس ما بيفهموا المصاري لانه لو بيفهموا المصاري كان معهم المصاري فهدول الناس هنشي لك عن انه وضعهم بهوي لانه مثلا ما بيعرفوا يتصرفوا المصاريون منيح او بيعملوا قرارات مادية اتقل من ما بيتحملوا يعني بس فوق هيك مثل ما كنت انت عبت قوله بشوي انه صعب نستوعب نحن كبشر انه الاحصائي الاحصائي تماما فبالنسبة له انه اه انا عبتفع خمسة دولار وفي احتمال اني اربح خمسين مليون فانه وورثت نعم بس انه اغلب دون الناس ما عم يستوعبوا انه لا يا حبيبي انت اول شي شبه مستحيل انك تربحها وعلى المدى البعيد رح حط مصاري فعلا بتغير لك حياتك لو خليتها معك او لو حطيتها بمحل تاني نعم وزايد انه مثلا ببلاد مثل اميركا وكندا هلا انت كنت عم تعطي احصائيات اميركا انه التضخم كتير عالي فانت بتوصل لمرحلة انه اصبت حلم لا ايه هو انك تسحب يا نصي عم تعلى بأشي تعمل في التضخم عم تعلى راتبك ما عمي لحقة وانت اجن ما لك كتير بالمصاري ما لك حابب تجرب او ما عندك القدرة انك تجرب شي فعلا يطالع لك مصاري ان كان استثمارات او بيزنس او يلي هو فبطلها هيك انه اوكي خمسة دولار في احتمال صير مليونير ها عرفت كيف يعني مثل انت بشكل عام بالاستثمار كلمة علية الجائزة كلمة لازم اي 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 كلمة علية الجائزة كلمة انت بتكون انه عم تدفع على الفاضي في احتمال كبير انك ما تاخدها عرفت كيف اذا اذا بتحكي باليا نصيب شكرا ولا بتحكي بالجوائز اي لا لا بأي اشي باليا نصيب او بالاستثمار او كذا مثلا نقول الاستثمار 1000 دولار بيقولك انه هاي مستحيل تخسر مية بالمية بس انه بتاخد دولار بالسنة عرفت كيف ولا انه بتعلي الخطورة شوي وتصير بتاخد خمسة بالمية عشر ممين فاليا نصيب احتلال انه تربح انت عم تضاعف ملايين الاضعاف فانه انت بتخيل كم نادرة انك تربح وما فيا يعني وعادة لما ترتفع الجائزة ترتفع المجازة في معه بس انه باليا نصيب ترتفع الجائزة بس المجازة في معهم ترتفع او كيف سس يعني انا ما هي الفكرة بفكره العالم انه يلا انه انا معي خمسة دولار فانه المجازة الضعيفة ما رح تجيب لي شي زي بحطة بالأسهمة وشي ما رح تجيب لي سنتات ما رح تجيب لي فانه بحطة بها يصحي انه احتمال اقل انه اربح بس اربحت كوربحت كتير سوي انه يمكن اضبط اضبطها بالسنتات اضبط لك بالضبط وفي هلا قبل شوي كنت عم قل لك قصة المجازة انه في نوعين من الباحثين يعني اللي عم يشوفوا وليش نحن منحب نشتري العصير ففي القسم اللي مقتنع بقصة انه نحن منحب المجازفة وانت عندك يعني ايمت ما صار في ادرينالين وهايك مو بس ادرينالين ايمت ما صار في عندك احتمالية قليلة انك تربح شي كبير فبيصير عندك ميول انك تعمل هالشي اللي احتماليته قليلة هرد كيف انه حافين اذا حدا قل لك انه تاخد خمسة هالدولار هلأ ولا انه في احتمال نص بالمية ان يعطيك الف فراح تاخد انه في احتمال نص بالمية رغم انه احتمال نص بالمية هو كتير احتمال 95% فاصلة انك ما تاخد هالالف بس رغم هيك بتقول لأ انه طالما بس اذا قالتن cons احتمال مثلا تاخد خمسة دولار هلأ 100% اه احتمال تاخد خمسة دولار هلأ اكيد ولا احتمال 25% انك خمسة هلأ لأنه عشرين دولار أنه أنا مستاهلة فأنه في حد معين بتصير أنه لما يقل احتمالية أنك تربح شي بس يعلى هذا الشي اللي عم تربحه بتصير مستعد تأخذه دائما تمام بس في عندك الجانب التاني أو المدرسة التانية من هدول الباحثين اللي هو بيقول أنه نحن ببساطة دائما منستهين بالشي يلي ما بنقدر نتخيله أعرف كيف فمسلا لنقول أنا عم قل لك هلأ عم بحكي لك عن حرب نووية لك حاول تخيل شو بيصير شو رح يصير فينا وكيف رح تكون حياتك إذا صار في حرب نووية فأنت الصعب تتخيل عندك فكرة أنه آه أباكاليبس كل شي رح يكون ملوث من الإشعاعات ما فينا ناكل كذا بس أنه ستيل هذا كتير بعيد عن الصحة وحتى اللي بتشوفه بالأفلام والمسلسلات أنه هو كمان أبدا ما نص الصورة الصحيحة فلأنه ما فيك تتخيل شو رح يصير بحات الحرب النووية بتصير تحس أنه ما رح تصير أساساً بتصير تستبعد أنه تصير رغم أنه بتاريخ البشرية كذا مرة من وقت الحرب العالمية الثانية إلى هلأ كذا مرة كنا قراب من حرب نووية عرفت كيف؟ بس لأنه ما عم تقدر تتخيلها الوقت اللي بحاتل يا نصيب مثلاً أنت فيك تتخيل حياتك إذا ربحتك سيارات وبيوت وأحوال حسن وبيديفتح بزنس وأعمل فلأنه فيك تتخيلها بتفكر أنه احتمال كبير إنك تربح بتحس أنه آه يعني إذا بسحب لي كم مرة يا نصيب إلا ما أربح شي مرة حاسس رح أربح هاي المرة حاسس رح أربح هاي المرة بالظلط بس ليش لو ما بتقدر تتخيل حياتك مع كمية المصاري هاي ما كان حدا سحب يعني يمكنه من صلاح حطوا الجائزة بدال 300 مليون تلسكوب أهلا شو عفلي إنه غالي التلسكوب بس إنه غالي إنه أنت ما فيك تتخيل إنه كيف فيك تستفيد من عرصية آه فإنه رح تطلع معقول أصحاب خمسة دولار مش عن تلسكوب معنه يمكن تلسكوب يكبيع و تجيب 300 مليون بس إنه آه مثلا مثال تاني على هالحالة هو إنه ليش في كتير ناس بيخافوا من الطيرات بيخافوا إنه يصير حادث طيران فهي كمان شيء احتمال كتير قليل هلا كنت انت عبدا هلا كنت انت عبدا هلا كنت انت عبدا حكي عن واحدة واحدة على 11 مليون واحدة على 11 مليون بس لأنه فيك تخيل شو رح يصير فيك إذا تعرضت لحادث طيار فبتخاف منه أكتر فكر أنه أقرب أنه رح تصير أنه احتماليك لأكبر تعم تعم و أنا هاي بالنسبة إلي هي النظرية الصح أكتر هو إنه بس نحنا ما منستوعب النسب والأحصائيات فلما نقدر ممكن يكونوا الاثنين سواء يعني يعني ما أنا بتعرف ليش ما بحس قصة ريسك لأنه بشكل عام الناس اللي كتير بتحب اللي كتير بتحب اللقمار واليا نصيب وال اللقمار بشكل عام هن ما بيكونوا بحياتهم اليومية بياخدوا مجازفات أوكي عارف كيف أو أتليس هذا اللي لخصتوا أنا يعني أنت طلع بالدوير الناس اللي حواليك يلي بيسحبوا مصاري قل له بروق أنه ليك عندي مشروع إليك كذا كذا بس دو يكلف هالقد بيقول لك آه والله ما بعرف ما أنا ما أنا واثق في أعرض أنه بيخاف ياخد خطوة أو قل له تاع استثمر مثلا حط بالبيتكوين مصبوط فما بظن المجازفة هي تبرير منطقي لأنه لو لو فعلا قصة مجازفة هي اللي تخلي يشتري اليا نصيب فكان عمل شغلات تانية بتطلع له مصاري أكتر مضمونة أكتر من اليا نصيب حبشيك أنا بميل لقصة أنه بس تستهين أو بتبالغ بتأدير احتمالية أنك تربح شغلة أو تخسرها هو غالبا بعد ما شرحت ما بقول لك لأنه مثل أنت العالم ما بحب يخاطره بشي بزنس مثلا بده سهل وسريع ويجيب له كتير مصاري ما في هيك شي الحل الوحيد هو أنك تضحي وتجازف لحتى تجي فما حدا مستعد يعمل حتى بيعطوا مثال تاني عن هالقصة هاي هو سباءات الأخصنة في ناس بيرهنوا على سباءات الأخصنة فدايما عرياضات بشكل عام ودايما بيكون الشخص يلي إحتمال كتير يربح إذا رهنت عليه ما رح تربح مصاري كتير بس إذا رهنت على الشخص يلي إحتمال قليل إنه يربح وربح وتاخد مصاري كتير فلاحظوا إنه معظم الناس بيرهنوا على حصان يلي إحتمال إنه يربح هو واحد على ميتين مثلا وما بيرهنوا على حصان اللي احتمال يربح هو واحد ع اثنين فأجين موضوع موضوع مجازح موضوع انه هنه ما عم مخهم ما عم يستوعب انه واحد ع اثنين هي نسبة كتير عالية وانه هاد الحصان رح يربح احتمال كتير كبير انه يربح يا باشا اعرفت كيف في شغلة على سيرة الاحصان وهاي في شي اسمه ما العلاقة بالحلقة كتير اسمها بيتنغ غار بطراج تعب شوية؟ لا غار هي انه مثلا انت عندك موقعين تضرب عليهم على الاحصان فتنقول تضرب علي فرق طابة فتضرب علي الفريق الاول كمان تعاوض عن خسارتك تطلع ربحان فانو كلمة تقال بتراجيه انو تاخد فرق العملة او فرق نسبة الربح فانو تكون اذا الربح حالة الربح حالة تربحان اوكي اذا كما شوك تتبند اي 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 في عالم هاي يشغلتون انو بيفتحوا على المواقع بيشوف في موقع انو بيورجيك انو وين انو على هاي اللعبة وين لازم تضرب على كل فريق مشانو يكون عندك انو فرق اي 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 والحالة انو العالم يتلاعبوا بالنصاري ويلاؤوا الطرق انو يربحوا على اليا نصيب ويربحوا على الهي خصوصا بس تسمع قصص يعني مثل القصة هادا اللي انو هكر اليا نصيب محوظ طو بس تسمعها تغير تفكر انو انا فيني اعمل هيك اي 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 انو كان يشتغل وني كان يشتغل سيكوريتي وانو يشتغل طير او بس هيك بوقتها كان الحياة غير انو انت عم تحكي بالالفين وثلاثة اي 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 انا كتير هي كان ازا بتاعف شوينو كتير سهل تهكر شي امم تهكير كان بشكل عام اسهل يعني بالظبط لنقول بعد ما اسمعت كلها الحكي هاد لنقول لساتك اول شي قاعد بالحلقة واسمعت كلها الحكي هاد ورفت اللي اخترع على اليا نصيب خلاص ما عاش بدك تسحب يا نصيب بس استيل رحت وصحبت بطاقة يا نصيب وربحت اللي طاقة يا نصيب ربحت نعم؟ ربحت انتبه عقل انتبه ربحناك يعني روح شو تكسر شريناك واحدة رغم انك كرهانة وربحناك شو بدك احسن من هيك؟ احتمالية انك تعلن افلاسك بعد سنتين لخمس سنين هو فوق السبعين بالمية العمى اي نعم يعني بعد ما تشتري ورقت لي يا نصيب بعد ما تربحها موت تشتري بق ما شايك بعد ما تربح تشتري ورقت لي يا نصيب وتربح الجائزة الكبرى وتحققوا احلامك احتمال سبعين بالمية تأفلس بعد ثلاث سنين ومو بس تأفلس ومتل ما كنا عم نقوله اول الحلقة يصير وضعك ازبل من وضعك قبل بتشتري مش لانه كل واحد بيسمعها المعلومة بظن بيقول بينه بين حال اه بعد ما اسمعتها المعلومة انه انا اكيد مو هيك بس نعم بتعرف شو بصير بعد احد الارواحة مصار ايه فالزلط هو هذا سبب كتير كبير لليش بالاساس تخسرهم هو لانه بتفكر انه انت عرفان شو تعمل فاختيش تطلع مو عرفان شو تعمل بس تعرف شو يمكن انه اذا اناو اياك بنقول انه فعلا اذا ربحنا ما رح نخسرهم احنا فعلا اذا ربحنا ما رح نخسرهم بس ليش ليش العالم يلي بيربحوا وبيخسرون لانه احني قبل ما يشتروا كان مو مسؤولين عن مصرياتهم العالم مسؤولين عن مصرياتهم ما بيشتروا ما بيشتروا اساسا ما يشتريه أساساً فهيهي مثل معضلة يفرضة يعني مثل إذا أنا وإياك مثلا لقينا ورقة بالصدفة ربحانة وربحنا فإنه ما اشتريناها وإنه ناسؤولين عن مصرياتنا فإذا ربحنا مصارح نكون مسؤولين عنه أما الاشتراع عم اشتري يا نصيب أساساً مو صفته أنه هو شخص مسؤول عن مصرياته إذا عمزت مصرياته عن يا نصيب أوكي ربح بس أنه حتى مصريات الي نصيب رح يروح يزتن على يا نصيب أكثر وعلى أمار وعلى مدرشوه يشتري فيه ما أنا مسؤول لأنه هو مثل ما كنا نقولها بشوي لأنه أغلب الناس اللي بيسحبوه هن اللي وضعهم بهوه بيكون ما يعني فهمهم للمصاري كتير ما عنده خبرة مع المصاري ما عنده خبرة مع المصاري فأول ما يربح يعني مو شرط يصرفون عشرات دافا يعني بجوز فعلا يستسمر ويفتح بزنسز بس هو كمان ما عنده فهم له دول قصص فكر أنه رح أفتح سلسلة مطاعم بس بيخسر أنا مو فهم حياته مو فاتح مطاعم الشغلة كتير شائعة بالناس اللي بتسمعهم بدون ما يربحوا يا نصيب بالناس اللي حوليك اللي بيقول إذا ربحت إذا ربحت رح أفتح مشروع أغلب الناس اللي بيقولوا هاي الجملة ما عندهن أي فكرة عن شو يعني أنك تفتح مشروع يعني أنت براسك سهل تقول أني بدي يفتح مطاعم يعني في ناس معهم المصاري يا نصيب بدون ما يربح هو معهم إياها بس المشريع اللي عم يفتحون عم يفشلوا بيفتح مشروع بيفشل بيفتح مشروع بيفشل بعدين بيفتح مشروع بينجا تمام أنه أنت احتمالية أنه أول بزنز تفتحه وتفشل هي شبه محتم محتم والتاني كمان شبه محتم يعني تكون محظوظ مرتين أنك تربح وأنك تفتح بزنز ويزبط بالظبط كتير صعبه أنه تزبط معك وأساسا لنقول فتحت وكان ماشي أوضاعك ده تقول شركة من أصل خمس شركات بتسكر بعد سنة ومن هالأربع شركات اللي بيضلوا فوقت حين يعني فيدك تقول ثلاثة منهم بيسكروا بعد خمس سنين يعني تخيل قديش فيدك تكون محظوظ سلاش شاطر سلاش معمل سلاش كل شي لحتى تضل فوق الخمس سنين فاتح انت ما عندك منه غير انك غير انه معك مصاب وما حتى ما تعزق يعني ما تعلمت شي كبير يخليك تربحهم تقولك تسبت خبرة فجأة فاتت لقيت معك مصاري كتير ما عندك خبرة فيهم والفكرة انه انت احضر المصاري اذا بيجوك هو احسن شي فيك تعمل انك تحطهم بالاسهم او سهم S&P 500 يلي هو العائد السنوي تبعه معدل تبعه تقريبا شي 11% فانت اذا رحان كتير 11% كده مبلغ اي اذا رحان 3 مليون يدعش مياه 300 ألف 300 ألف 300 ألف سنة يعمل ألف دوار بنهار فحطهم هونيك وخلص لا كتير تتفزلك بس العالم انه بتطلعوا هي 1100 ليل انا معي مصاري انا بدي روح بدي كبر ايه انه هلأ انا فتحت لي الدنيا فبيروح ويخسر والزبط وهي كمان لسه واحد من كتير اسباب يعني في كتير قصص عن الناس بيخسروا مصرياتهم بس من وراء انه انعرفوا يعني مثلا في قصة مشهورة لواحد اسمه اندرو جاكسون هذا كان رجل أعمال ربح 314 مليون دولار بال2002 ومن وقت بهدل بهدل بهدلت الكلب بيسي بمرة من المرات كان بسيارته في نصف مليون اما واحد كسروا سراء بمرة تانية كان في 200 ألف كمان انكسرت يعني كسروا له وشباك السيارة واخدوا المصاري لجواده وبالمرتين لما سألوا ليش معك المصاري يقولوا لأنه لأنه فيني يكونوا معي غبي ان حرق بيته بسنين من سنين ان قتلت حفيده وحفيدته وحبيب حفيدته مشان المصاري كل هذا مشان المصاري لأنه انحرف أنه معه مصاري فصار في ناس بده بس تشفط منه سامها وين ما عرف يحميها بالضبط بمرة يعني هو كان في بار يروح عليه كتير فان كما شو اتنين بيشتغلوا بهذا البار كانوا عم يحاولوا يسمموه لحتى كمان يقدروا يسرقوا مصرياته فهذا يعني بس بس لأنه نعرف مين هو وأنه ربح المصاري صار معه كل هدوء المشاكل فهو ما عرف يحمي حاله لأنه لأنه غبي لأنه ما يعرف يتصرف كشخص معه مصاري وهي بزنس هو كان أساسا رجل أعمال قبله يا طيف الرجل أعمال كيف لو ما كان رجل أعمال فتخيل حتى لو قبل شو عم نقول ما عندك خبرة يمكن حتى لو يكون عندك خبرة إذا نعرفت في قصص قتل في واحدة بجورجيا بس مو مقاطعة جورجيا بلد جورجيا اللي قريبة من روسيا ربحت خمسة مليون أعم في حبيب إلا كان تاركين هو ويصل فترجع وصار يترجعها لا يرجع وكذا أم أتلى فأتلى لأنه عرف أنه ربحت مصاري فما تهنت بالمصاري حتى ونسجن هو طبعا طلع ما شو غبي يعني ما بده الخير لا لغيره ولا لغ في واحد مرة ربح عشرين مليون بالستة وتسعين يمكن أعم بنت حما وحبيبة خطفوه وأتلوه كمان وبعدين انلاقطوا وما استفادوا شيء من المصاري هو بيرلي استفاد من نونين أنا شفت واحد ربح هون بكندا كمان جائز الكبرى أم طلع لي استلمى مقنع حط قناع أنا ما بدي عيلتي تعرفني ولا بدي هذا يا رأي ايه هو في شغلة هلأ في شغلة ما برف ليش احتاج يعمل هيك لأنه بس بمقاطعات معينة فيك ما تأعلن من انت فيك تستلمون بدون ما تأعلن من انت وبمقاطعات معينة مجبورة أعلن من انت ليه هلأ أغلب اللي بيعملوه أغلب الناس اللي بيعملوه أنه بيوظفوا حدا شغلته أن يروح مثل محامي هو هذا اللي بيروح بيستلمون بيعطي زرابح ملايين بيعطي شو ما بيضغطي بس بتريح راسك كتير إذا هو راح استلمون قروبوش جاك عدبي أنت استرباح إذا ربحته يعشها بظن دبي آمنة إنه فيكم تروح علي إذا معكم مصاري مصرياتك لأنه مكس بين فكرة أنك راح تنعرف راح تهدد مصرياتك وتهدد حياتك ببعض الأحيان ومن ناحية تانية إنه 99% من الناس ما بيفهموا بالمصاري فإذا أخذتهم راح تخسر هلأ شو دك تعمل لحتى ما تخسر بتكتعمل الحرفية مثل ما بيعملوا الغناية يعني هاي شغلة يمكن أغلب الناس ما بيعرفوها أو يمكن ما يصدقوا أنه الغناية رغم أنه معهم مليارات عنده الناس يقلولهم شو يصرفوا وقامت يصرفوا بيتصل بساهم بالمحاسب يقلولهم بدي يشتري مثلا ساعة 200 ألف اشترية خرج اشترية مدير أموال ايه عرفت كيف فأنت نفس الشي إنه هذا أحسن حل لحتى تتفادئ أنك تخسر أنه أنك توظف ناس مضمونين وأفهم منك بالمصاري والاستثمارات والبزنس يقلولك شو تعمل فيهم لحتى يدرسوا لك السوق يراك شو تستثمر تشتري عملات رقمية تشتري أسهم تشتري عقارات تعرف مين لسه الناس اللي أكتر ما بيتضرروا أبدا أن هالقصة ما بيقصوا مصرياتا هن اللي بوساطة بيكون بالأساس وضعهم تماما إنه إذا كنت أنت عندك بيت مرتب ومحترم عندك شغل قلت لك قلت لك إنه إذا إحنا بيجينا نربح ورقة رح يكون هيك في عندك إمبولس إنك تكبك المصريات بس إذا بالأساس كان وضعك مريح إنه معنك متعزل معنك بتدايق مصرياتك بيكف وعندك سيارة بيت كذا فإنه لما تشتري لما تأخدهم إنه ممكن بالأول هيك تصرف لك ع كم شغلة كنت مشتها بس بعدين إنه ترجع حياته لطبيعتهم أنا كل فترة بيطلع لي خبر إنه في واحد ربح سبعين مليون بكندا وقال إنه ما رح يترك الكونستركشن فبطال هيك إنه هات إزكبني آدم أي إنه بعده بشغل خليك تماما لا هو جحش صراحة يعني حطم بالأسف أي لا هو هو ما يقول إنه رح يخليهم بالبنك بس إنه فكرة إنه مو أول ما أبض المصاري يلا باي طاق خود صروف بس كيف إنه بالعكس إذا بتحط براسك حتى لو لها فترة أصيلة بتحط براسك إنه ما رح تغير نعود حياتك لهالفترة اللي اللي تعود فيها الدوبامين تبع المصاري يروحه عرفتين هون بقى بتبلش تقرير تصرفهم أنا رح تكون عم تصرفهم بطريقة عقلانية أكتر بالوقت اللي أول مساء أول شهر لا تاخد أي قرار كبير أنا قابل إلا في رقم ربحت 300 مليون تلهبل لا أبل شي نو بطلع يقنزرع واحد إنهم 100 مليون على بسط تشوفه رح يضلوا تخليوني يخسروا المصاري اي اي نو تلاتين مليون إذا بخلي معي بس مليون بكون مبسوط نو بعدني مليونير إذا بصرف بخلييني بصرف بس إنه في شالات تدفع عليها مصاري وبتضل تكلفك لهذه يعني مثلا في كتير قصص لناس بيشتروا مانشنز اللي إنه البيوت اللي كتير كتير كبير فهذا بفكر إنه آه حقه مثلا شوه 10 مليون معي 10 مليون ايه بس إنه بدك تدفع ضرايب عليك بدك تدفع مثلا ايه تنظيف بدك تدفع اهتمام لبرج نيني ومسبح ومن الحكي هاد وبدك تدفع في حراسة لا لا مو حراسة بدك تدفع تاكسات البلدية ايه تاكسات البلدية تعلى حسب سعر بيتك فإذا سعر بيتك 10 مليون يعني أنت ممكن تدفع 200 ألف دولار بالسنة ضريبة بس ايه فأنت لنقول معك العشرة مليون بس بعدين وضعك صار زبالي وما ضر معك مصاري كتير معك رح تدفع هدول الضرائب والاهتمامات هاي فأخر شي حتبطر تبيع بيتك وخودي ينباع انه هاد بيت كتير غالي ايه تماما فرح تصير تشحد مش هيكلنا عم نقول بوضعك بيصير أزبل لأنه مول لأنك دفعت شغلة يعني خلصت من مصاريفة تماما مع السيارات كمان عندك التأمين عندك البنزين عندك تسجيل يعني كل شي بيغلق بتشتري غالي تصليحا مثلا واحد بيروح بيشتراك بوغاتي دولاب البوغاتي الواحد حقو 120 ألف تأمين على حاله بيكونش 2000 دولار الشهر ايه شو مستأل فيه انا دول انا دول اه دول بس أرقام كذب تنطأ بيخلص مصرياتك خلصي اكزاكي بيخلص مصرياتك وبتخلص الحلقة هاي وبتعملنا سبسكرايب كله واش تعملنا سبسكرايب شو بتعمل بس ترباح المرة الجاي مع انه مرح تبقى كله أحوال اللي وصلوا هون شكراً كتير لا تنسوا تكتبونا بتاعوات الإنستغرام تبعكم عن الحركات مشان نعمل سحب علي مشان المسابقة والسحب والحركة والخص اه وشكراً كتير ونشوفكم سببتو الجاي شاو تفلمات